اشتركوا في القناة من تحقيق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس وعضاء مجلس إدارة نادي النجمة وأفراد فريق كرة اليد بالنادي والجهازين الفني والإداري بمناسبة تتويج الفريق وبطولة الأندية الأسيوية الخامسة والعشرين لكرة اليد وأثناء جلالته على الأداء الفني الرفيع والروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي عكست قدرتهم على تحقيق هذا اللقب الأسيوي مقدرا كذلك جهود الجهازين الفني والإداري وعرب جلالته عن تقديره لهذين الإنجازين الرياضيين المشرفين والذين يضافان إلى سجل إنجازات كرة اليد والسلة البحرينية والذي يعكس تطورهما وتمييزهما على مستوى القارة الأسيوية مشيدا حفظه الله بروح الإصرار والعزيمة التي يتميز بها أبناء مملكة البحرين الذين أثبتوا قدرتهم على المنافسة والتفوق في مختلف الألعاب الرياضية واعتلاء منصات التتويج متمنيا جلالته لجميع الأندية الوطنية كل التوفيق والمزيد بين النجاح والتطور ومواصلة عطائها لتشريف المملكة ورفع رايتها عالية خفاقة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية